السلام عليكم. السلام عليكم. جمعة مباركة الجميع. اليوم 12 ربيع الثاني 1445 هجريا. الموافق 27 اكتوبر 2023 ميلادية. لا يختلف اثنان. وخصوصا اذا كانوا يعيشوا في اوروبا. وبالخصوص في اسبانيا بان المشكل الاول. والواحد. ما نقوله شي واحد كان مشاكل كثيرا. ولكن المشكل الاول اللي كان هو دي السكن. يعني خدمة كايناة قليل لو كتير خدمة كاينات قدار جبار الجوش خدمات قدار ثلاثة لبغيتي المهم الخدمة موجودة في اسبانيا. المشكل اللي كان هو دي السكن. لا بنسبة لي عندو الوراق. ياللي ما عندو شي الوراق. ياللي عندو الجنسية. وحتى الاسبانية نفسهم. يعني كان واحد المشكل كبير دي السكن هنا في اسبانيا. يبدو ان الناس اللي مقيمين على على هاد شأن هادا. وبينهم رئيس الدولة الحالي بيدرو سانشيز. فطبية الحال موليم هاد الامر هادا. وكثير من المرة حاول يعطي حلول. ولكن. ماشي حلول ناجعة. هاد المرة هدي. القضية دي السكن في الباكتول اللي عمل معا جولاندا ديس. يعني انشي سبعة ولتنية دي النقطاس. كاملة تصب في اتجاه دي السكن. يعني يعاونوا الناس اللي ما عندهمش الفلوس بش يكريو. من ناحية الغلاق. يكونوا الناس اللي عندهم ديورهم وكيكريوهم يعني يكونوا واحد الكنترول. يعاولوا الشباب لخوبينيس يعني اول مرة. بزال ديال القيطة. ولكن اه خرج واحد المقال او لا واحد اه الخبراء اللي اه مختصن في القطاع ديال العقاريكي يقولوا بي انهم او او يشككون في نجاعة هاد الاتفاق اللي عمل الحزب الاشتراكي العمالي مع مجموعة ديال السمر. ولاش يشككون فيه بزال ديال الامور بحكم انهم في الميدان اللي عمل. والخبراء هادوم اللي كان قول الخبراء ماشي غير شي واحد قارس. لا هادوم يعني عندهم معلومات كبيرة لمجال السكن في اسبانيا. نعطي غير ميتة الواحدة تقول لي ايدياليستا. واحد الصفحة هي في صراحة وكالة ديال الكيراء. ديال الموبليارية. ولكن هي صفحة على الانترنت اللي باغي شي داركي يدخل لتم يفتش عليها واللي عنده شي داركي يحطها تم. يعني عندهم بيانات ديال الكاري والمكتاري واصحاب العقارات. فبالتالي رأي دياله مهم بزاف بقدر اهمية ديال الرأي ديال الوزارة الاسكان هنا في اسبانيا. وبزاف ديال صفحات اخرى لي يعني كالتعامل بيانات الكاري والمكتاري واصحاب العقارات. فبالتالي عندهم معلومات امبليا عندهم معلومات كبيرة على الناس. فهام? غادي نشوفوا الاراء ديالهم. فهناك يقول لك اه يشكك القطاع العقاري في اتفاق الاسكان الذي تم ابراموه. او اه ابراموه بين الحزب الاشتراكي والعمري وسومر. ولاش? فهناك يقول لك من ناحية ديال النقطة اللي قال اه اللي جات الاتفاق يقول لك بانهم غادي يتحكموا او اللي غادي اه يراقبوا الاسعار ديال الكيرة. فهناك يقول لك من ناحية فالخبراء في هاد المجال هادك يقول بانهم مزيان يعني المراقبة ديال الاسعار فهذا حاجة مزيانة. اه الولي كنك يقول لك هاد الشي هادا? هاد الاجراء هادا لن يحل لن يحل المشكل نهائيا اه اللي كيعاني من هالسوق. يعني فعالرغم انه اه ما قلناك يقدروا بشكل ايجابي هاد الفكرة في حد داته. الا انهم يتساءلون عن التفاق يقول لك اعطينا التفاصيل. هاد الشي دي جادرتوا عليه. هادي ماشي بزاف تقريبا راه دروع عليه الناس. شوفوا انا بعدها غير باش نكونوا مفاهمين يعني. انت عقول لي وما لك انت كاري والاخر وقت انت الحمد راه كاري هو شوف ربي الحبيب. ربي الحبيب دائما كيعملوا واحد طريقة كتسهل لك الامور ومبعد واللي عنده الوليدات عوصاني كيجي الرزق ديالهم وكتسر الامور. في الاخر كتجبار الكراية اما مشي اعبال ولا شي لايبة. ولكن مشي ساهل انك تجبر هنا الكراف اسبانية. نشدوا القوسين ورجعوا بحنا للموضوع اللي كنا تنظروا فيه اللي هو قلنا القادية ديال مراقبة الاسعار ديال الاجر اللي قل غادي عملوه بيدرو سانشيز وجولاندا دياليس. قل لك مشي اه نية مزيانة عندك نية ولكن قلنا صراح لنا. وقلنا فوقش الموعد. فوقش غادي تبدا تراقب الاسعار مترين اه كذلك اعطينا يعني. اتراقب الناس والناس عندها الدر ديالة ما بغاش يتكري. الناس ما بقتشي كتبغي تكري اصلا وفاصلا. ده با الوكالات العقارية والات كتسيد ديول الكراة ومستبغر تجبر ديول الكراة. رأي تماشو كيجيبو داك الوريقات ستيتون كيحشيهم في السلة ديال البارد اللي كينا في الباب. ممكن يقول لك انا ابحث عن الكراة هناك دا. رأي كي يخلصوا. كي يخلصوا. شتي انتا لكم انت عارف شي دركة تكرا. ومشي تدابة قلتها الوكالة. رأي تقدر تدي حتان مليون ونص ديال. قدي الف وخمسمائة الورو حتان الفين. هذي غير تشكم لهم. هذي غير تعطيهم معلومات كلهم كينا واحد دركة تكرا. وكالة كتعطيك انتا الف وخمسمائة الورو غير تكلهم رأي كينا دركة تكرا. هلاش الناس حبسوه. الناس مبقاوش يبغو يكريو ممكن يشوفو هذه البلعات يلتزيار على الناس اللي عندهم الديور. على العموم. خلقوا خمزيان. النقطة ديال التحكم في الأسعار ديال للإيجارة لا يخصكش التحكم. شو. بحل دول أخرى بحل بريطانية. ممكن ش انتا تتحكم في واحد سيرة عنده الدار ديالو. انتا وتكونوا انا ونكون. يعني او عنده دارو تقولوا انتا لا كريب هالثمن هذا. خلص لي الفرق انا بغ نكريها بسبعمية الأورو ما تلا. لان طلعت المعيشة غليت المعيشة. لانا غد نكريها بسبعمية وممية ديال الأورو. واخاك أتقول لي انتا كا دولة خلص لي سبعمية الأورو ديال الفرق ما تلا. يلا. هذا هو التحكم فامس. نقطة اخرى اه الدولة قالت بانها غادي يعني غادي يولي عندها الناصيب في السكن ولا الجميع الديور اللي كان هنا في اسبانيا ايو اللي عندها عشرين في المية من الديور اللي معروضة للسكن ايو اللي ديال الدولة يعني كتقريب التامان مناسب قال لك يا سيدي كيفاش غادي يدعملوا هات الشيادة يعني الخبراء كي يقولوا كيفاش بامكانك دعمل هات الشيادة اخرين في عين الاعتبار بان الدولة الان عندها فقط جوش في المية من 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 السكن اللي هنا في اسبانيا إذن كيف ستلحق العشرين في المئة وفوقاش وشنه هي الطريقة اللي يعني يتمن باش يعني يتلحق نجوش في المئة هناك يقول لك أحد الخبير اسميته مرسيديس بلانك وخبيرة اسمي ده مرسيديس بلانك يقول إن القرار صحيح وضروري الغاية لتشجيع المساكن ديال الدولة المستأجرة ومع ذلك من المهم أن نأخذ في الاعتبار الموعد النهائية يعني عطينا فوقاش من اتخاذ القرار إلى تنفيذه وكذلك إلى إنشاء يعني فوقاش غالي يبدأ القرار مسلا لتنصبك رائزة فوقاش غالي يبدأ القرار الذي يقولي الناس يأخذ بعد ذلك الديور هذا وانشاء الفعل لهاد الساكن المستأجرة العامة يعني تقول لك قُل سيدتي يضją وفيما يتعلق بالإجارات هي في الاتفاق إلى مواصلة الخوض وفي ما يرتقيها القانون من وجهتنا در اقتصادية من واضح أن أي تنظيم لا يشجع الملك هذا هو واحد الحاجة أخرى قال لك هذه القرارات كاملة لا تشجع الملك هذا هو ما نقول له يعني الناس الذين عندهم ديور هذا ما يقول الحزب الاشتراكي ربما يفرحك مجرد أنك تسمعه نتوقع نحن التابقة المتوسطة بين قوسين اللي مكشف الحديد مرة وحنا ماشي عاو تاني رايبا بعد مرة تلاخر تشهر كذلك على الأمم قال لك يعني هاد الإجراءات ما كتشجعش الناس كدخاف لي عنده ديور دابا أراه الناس صافي اللي قد تفضلت شدهم وتكريهم غير في الصيف مثلا غير داك مدة ديال الصيف مثلا تكري سيمانة بألف الأورو ولتنمية الأورو فقال لك لا يشجع مملكا وبالتالي يقلل من المعروض يعني المقلل للعرض من ديور اللي كان في السوق يمثل زيادة في أسعال إجاة يعني ما حاجة بينك يقول لك يعني الناس كيخافوا على ديورهم وكيشبرو ديورهم ما كيكريوهاش بالتالي كيقل العرض وهذه الدارة لكي تكريه كي يقول له ديورهم بهمية بغيين يكريوها فبالتالي كي يطلع الثامن ديالها في السوق يعني بحكم أن هناك واحد الاختلال بين الطالب القوي الحالي للكراء فبالتالي يرتفع أسعار الإيجار هنا البوابات العقارية أيضا يعني البوابات العقارية هي كيما قلنا هاد المواقع ديال التواصل بشي مواقع التواصل لا المواقع ديال الكراء بحال إيدياليستا مثلا يعني عن تعرف هنا الكراء والبيع والشراء وكهذا ديال ديور في إسبانيا فلوس بورتالي سيمو بلياريوز تاميين كريين كيلا هميديداس بلانتياداس كنتينين أمبوكو نوبيل دي دي تايي يعني هاد الإجراءات ماكينش التفاصيل يعني ممفهمش فكرة عامة ولكن التطبيق ديالها هو اللي خصي قصدرنا لها كيفاش غادي تبقى ديزدي إدياليستا كريين كي الباكتو presentado بروسانسي جوانديكن تيني pocas نوبيدادس رسpetوة لكي بيينين بلانتياندو عشتا هرا يعني قالك هاد الشيادة الحلق مافيه شوية مافيه شيت تفاصيل بيزا فكرة عامة وهدا هو نفس الشي يعني نفس الكلام كي عاودوه من اللي ترأسو الحكومة نفس الكلام كي عاودوه يعني مكينش جديد ديبا فوتوكاسا فوتوكاساسا هي بنفس القوة دي الإدياليستا كي عارفوه الناس موقع للبيع وكيراء وشراء المنازل والديور وغير يعني العقار بصفة عامة ديكي فورما سيباها بونير ماس كونترول سوبريلو ساركيريز كي يقولك ما هو الشكل ما هي الطريقة التي سوف يتم فيها أو بواسطتها التحكم في الكيراء هنا في إسبانيا يعني نفس الشي يعني كي يقولك تفاصيل بطريقة أخرى مجالية مدارة مدانة القوات من المجال الناس مبدأ على المجال أطريقة من المجال لكي يقولك الخصوصا أن القضية تسير الزمثبان وديا يعني عنده لما تحكم فيه أقاليم وماشي الحكومة بنفسها. يعني دبو خال الحكومة نقوله عد ملاد الشهادة. ولكن كي يقول لك الاقليم ولا يجي تحكم في السكن هنا في اسبانيا. كونستي باكتو سي كونستاتا كي لا ليس ان راين ويبو سولامين تي اغون بارت دي المركاض يا الكيرين. ان لا بروتكسين دي لوش الكيرينو شي كولكتيوش. قل لك هاد القانون هادا مشي مزيان. او لا ما صالحشي. لاش? لأنه اشوف انا ما عندي بيش حكم عندي شي بارت ما ولا بس انا مزوجت بحالكم وراعي في الكرة. كي يقول لك. يعني هاد القانون هادا لاش ماشي نزيع? لانه لحد ساعة فقط كيفكر في حماية الكاري والطبقة اللي اه يعني مخصوصا اللي كذكرية. قل لك في حين انه باش السوق ديال السكن يكون قوي ويكون الامر من دابطة. فاخصي تفكر حتى في الناس اصحاب العقارات باش حتى هما يكونوا فرحانين ويتلقوا دهيرهم الكرة وتتمشى الامر. يعني الغاني يعيش مع الفاقر بحال اللي اه كان قولوا. مينترس الوطر ايجي فونnamentال. كي كنفورم المركado. لس پروبيتاريوز. كي دان. ديه. بروبيتاريوز. كي دان. ديه. بروبيتاريوز. ديه. بروبيتاريوز. كي دان. ديه. بروبيتاريوز. ناس لانه بدور كي حسو براسهم. بانهم غير محميين قانونيان. وبيان اي ساعة قدار كريد داريال غريد خلشي واحدة دار. وي. شدالي. ويقولك في هالدردي ديالي انا ما عندي فين نمشي انا عندي اولادي انا. هاد ماريا ماتوس هي الخيفة الادريكتورة ديال فوتو كاسا. ماش ديال نوبينتا بروسينتا ديالي بارك ديالكيشتا. اه. وحاجة اخرى. قل لك. البرك ديالكيلي يعني اكثر من تسعين في المية في يد من في الناس الخواص يعني الناس اللي عندهم الدور ديالي مش في الدولة. وانا الدولة ما يمكن شواش ازمع في اه ازمع في العهد الاقطاع يعجل تقول لك نساش من واحد من الدر ديالي تقول لك يعني خص يهضروا وخص يتفاهموا مع الناس اللي عندهم ديور باش يعني يحسوا برسهم قانونيا اه محميين وماديا يعني العمل ديالي من الدور اللي شروا بعراقهم ولا اللي خلاوا هالو موالديهم ولا شركات اللي عند الديور. فيعني يكون هناك مردود مادي. اه من الدر اللي قد يقري وميكون ويكون حماية قانونية باش ماشي واحد يدخل ويش دعيه تمام ويبقه سمع سمع على التعليق هاد شنو شنو قال لك هادا الديركتور ل عنده باي شوس بونتوكم باي شوس بونتوكم كذلك موقع معروف هنا في اسبانيا كيكري اه اه ديور. وناس كتحط سماو دياله كذلك�� hook الناس كتبش يتقلب لكنا. سمع قال لك هاد البلاع ديال بين قوسائن بلا بلا قادة ينرخصوا الديور قادة ينطعوا المساعدة قادة لك هدو بلاع ديال الكلام لم يطبق في اي اقليم لان الاقاليم هي اللي كتتحكم في هذه القضية ديال السكن لكنه ولد الكثير من التوتر في سوق لريجار ولكن هذا القانون غاذا لم يطبق شي خلق الناس اللي عندهم ديور ديالهم في سوق لريجار ما فعلته هاد القيل والقال هذا القانون هذه القسرة الكلام. هو تقليل العرض. الناس خافت من قد شك تطلق ديور 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 الكرة. وبالتالي احداث خالة الكبير بين العرض والطلب. مما ادى الى ارتفاع الاسعار. خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة اللي عندها ديور بزر. يعني سنسي حاجة في الواقع. وللي عنده شي كلم غير هذا يقولوا لي. السلام عليكم. وإلى فيديو قادم شاء الله.